شارك مئات الآلاف في طهران في تشيع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أحد أركان الجمهورية الإسلامية التي توفي الأحد عن 82 عاما وأما المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على رفسنجاني المحافظ المعتدل الذي عرفه بمواقفه البرجماتية مشيدا بذكراه بعيد إعلان الوفاة رغم خلافهما في الرأي ورافقه في الصلاة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وشقيقه رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني كما شاركت شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية في الجنازة التي جرت في حرم جامعة طهران بينهم الرئيس المعتدل حسن روحاني وقاءت فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني لاحقا دفن جثمان الرئيس السابق في جنوب طهران في مرقد آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في العام 1979 الذي كان مقربا منه وتشكل وفاة رف سنجاني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أيار مايو خسرة كبرى لروحاني الذي استفاد من دعمه ويفترض أن يترشح لولاية ثانية من أربع سنوات كما أنها ضرب قاسيا للمعسكر الإصلاحي والمعتدل الذي دعمه السياسي المخضرم الذي كان يتمتع بنفوذ واسع اشتركوا في القناة